علي معلول كان ملاب في تجديده مؤجل لحين انتهاء مباراة التراجي في نهاية دورة الأبطال الأفريق المياه هو الموقف الآن الموقف الآن طبعا علي معلول بيلقى يعني تأييده دعم كبير جدا من مجلس درافة النادي الأهلي مش بس عشان خاطر الإصابة أو الموقف اللي معلول موجود فيه دلوقتي ولكن معلول من كبير أنت طبعا عايف أن معلول من أفضل اللعيبة اللي يفتاده قميص النادي الأهلي حيكون فيه جلسة ما بين مرس الكولر والكابت محمود الخطيب بعد عودة مرس الكولر من الأجازة الحالية في سويسرا لحسم مستقبل علي معلول ولكن فيه رغبة داخل النادي الأهلي بشأن تجديد علي معلول حيتم يرفع اسمه من القائمة بتاعة الموسم الجديد ويفجع تاني يضاف فيه يا نايف القصة الآن ما بقتش قصة ماليات على قد ما هي قصة أن مرس الكولر يعني كان ليه تصريح كده في اليومين اللي فاته بيتكلم في قصة أن معلول مع السن مع الوقت لسه قدامه وقت عشان يفجع تاني يتحط فهو حتة دي قلق أشواء بالنسبة للمرس الكولر فهو بقى يعني بشكل احترافي هو بدأ يبص بقى إيه من البديل يعني أوه معلول معانا وحيبقى إن شاء الله موجود لكن هو لاته بيتكلم أنه هو عايز يتم توفير البديل المناسب في الجبهة اليسر